أنت طول الوقت وده دايماً معروف عنك يعني أنت بتدور دايماً على السكة الجديدة وتدور على مزيكة جديدة بس يا يوسف أنا من يوم ما اتديت أغني وأنا نفسي دايماً أبقى في عدة تانية يعني ده حلمي وده حصل وما عنديش بتكم يعني مش شرطة أنزل أغاني كتير قوي أكتر منزل حاجات ملاش ضعب اللي بيحصل ده كان طول عمره حلمي اللي هو أنا دايماً أعمل حاجة مختلفة ممكن أجيب شوية بس أقدم فن يعيش مع الناس ما نتخافش من المغامرات دي لا لا نخافش عندي وجهة نظر عندي مبدأ يعني الفنان ده على المفروض يبقى عنده وجهة نظر عنده مبدأ خد بالك الصوت الحلو مش كل حاجة يعني مش شرط يبقى صوتك حلوة عشان تبقى أنت لأنه طول الوقت هيبقى فيه أصوات حلوة كتير حوالي لأنه طول الوقت فيه تطور كمان في المزيكة وفي تطور في الحياة لازم تتابع الكلام ده للأسف فيه حاجات الواحد ما يقبلهاش وفيه حاجات الواحد لازم هيقبلها ويتجرق ويمشي فيها لكن أنا عندي مبادئ كده معينة في حاجات ما أقدرش أتخلى عنها لا أقدرش أرميلك أي أغنية وخلاص لا أقدرش أختار أي حاجة جيلي ونختارها أنا والراجل اللي معايا ياسر والناس اللي معانا لا معانا مش بتاع السكة دي مش إقلب لا أنا مش إقلب قالوا مزيكة الضريفة اللطيفة هتمشي اليومين دول وشكرا لا لا وخلاص بحبها ما بحباش مش مهم لا مش ما هي مش كده هي مش كده أنت بتخطب مين وعايش تعمل إيه مش شرط إيه بقى يعني لازم تبقى موجود إيجابي مش سلبي وتعرض دلوقتي فيه موقت تبقى موجود كل يوم على الإنترنت أسهل حاجة في الدول أسهل حاجة وتعمل فيوز عالية ومشاهدات ومشاهدات حاجات دي مش لا ولهابل كتير يعني لا جدا أو ولهابل بيجي فلوس برد عسنا بقى من جيل الكاسة والسي دي فأنا متعود على ده وده ما أحبه بصراحة يعني هو ده اللي كان مريحني هو صحيح أنا مش قادي أفهم بجد والله وإحنا ليه روحنا لسكة إن إحنا ننزل أغنية على يوتيوب على الجهاز ونزلها على الفلاتفورم ويبقى أبليكيشن ما بيحبش ما أسمع غنوة بغنوة أنا ممكن أهل عجزت بس أنا أحب لما كان كست وبعدين سي دي ماشي وبعدين نحطه في العربية وسفريات بتاعة مصر اسكندرية الصحراوي نعم إنت ولا عجزت ولا حاجة إنت بتتكلم صح لا كم فيه إنت بتعرف تسمع بتعرف سي دي ده نجح ولا منجحش بتعرف الأغاني عملت إيه بتعرف المبيعات قد إيه بتعرف إنت فين بتعرف تتلواتي الدنيا عشوائية شوية ويقول لك أصليا يا جماعة ده عدد الفيوز كل حاجات دفع فيها ده في حاجات الدروز طبعا طبعا ودي حاجات دي كلها في حاجات منها فيك كتير أول للأسف أنا معرفش الحكاية دي تقف إزاي بس هي مش تقف أكيد بقى لأن خلاص ده تطور العصر وبعدين هو أنا علشان قاعد بقى بس أنا بحب السي دي والكست والكلام ده أنا أصلي إيه لي خليه عشان قاعد أسمع مثلا محمد عدوية فنعايز قاعد أسمع العشر أغاني مثلا للجداد اللي هينزلوا فنعود أجمعهم وحطهم في لست واعمل مش عارف لايك واعمل الله ما لا كنت بروح أشتريه من عند الرجل الطيب اللي على الأول نحطه في العربية ونعود ونبقى 17 واحد في نفس العربية ونعود نسمع ونتحك ونهزر ونجعل نستنين فلان فلاني منزل ألبم فعايز أحبه اللي بتتعلق على المحلات طبعا طبعا وأكشاك المزيكة أنا كلمزاجة عندي أقف عند أكشاك المزيكة والناس دي جي تتكلم معايا ونتصور مع بعض الحاجات دي كانت حلوة والألبوم بقى كويس الألبوم لازم مش عايف كده لا بقاش في كده لا مش كلام ده خلص من الأسف أنا مش عارف ليه ده وقع ده متقيل بالمراسم جدا 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 فطناع مش عايف يعني يعني مش عارفة تكيف معايا بصراحة ولا أنا ومش قادرة فهم هو اخترعوا لي إيبه احنا نتين بقى متفقين أنا وانت آه